نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تداول لحوم محقونة بهرمونات محظورة دوليا وشددت الهيئة القومية لسلامة الغداء على أن كافة اللحوم المتدولة بالأسواق سواء البلدية أو المستوردة سليمة وآمنة وتقضع للفحص ورقابة من قبل الجهات الرقبية المعنية من خلال سحب عينات عشوائية منها وتحليلها بالمعامل المعتمدة للتأكد من سلمتها وأشارت الهيئة إلى شن الحملات التفتيشية ورقبية بشكل مكثف على كافة الأسواق والمجازر وأماكن عرض وبيع اللحوم بمختلف المحافظات للتأكد من سلمتها وصالحيتها للاستهلاك الأدمية